اشتركوا في القناة في محاضرات اللي فاتت قيمة الـ Content Browser وخدنا بعض القوائم اللي عندي هنا وتبقى شوية صغري خالص هناخد قيمة الـ Place Actor ودي حاجة تفها خالص وطول بار ومعها يعني حاجات كده بسيطة قيمة الـ Place Actor قيمة عادية جدا سهلة جدا جدا وهي قيمة مسؤولة عن الـ Actors سهلة هي طيب شرحنا المرة اللي فاتت ان الفرق بين الـ Asset والـ Actor هي ان الـ Asset يكون موجود جوا الـ Content Browser اللي عندي هنا ده كده اسمه Asset ده كده هنا كده اي حاجة تحطي هنا اسمها زي ما احنا متفقين Asset واي حاجة في المشهد اسمه Actor واي حاجة اسحبها من هنا Asset للمشهد تتحول من Asset الى Actor خلاص يا شباب طيب دي أسنسيات لازم تعرفها لانها زي ما اتفقنا هتفتح لك حاجة كتير جدا قمت ده مع انها بسيطة جدا قائمة الـ Place Actor فيها Recent الحاجات انت استخدم تابلي كده طبعا ده مشهد مستخدم لسه فتحه من شوية فمستخدم نش في حاجات كتير عندي الـ Basics الـ Basics ما هي الا بعض الحاجات المهمة الاساسية زي ايه زي الـ Point Light في اي مشهد لازم يكون عندك Point Light بس مش في اي مشهد لو جينا قائمة Light سيكون عندك Direction Light لو انا بعمل مشهد انتيريور مقفول الشمس مش داخله مش هحتاج Direction Light مش هحتاج الـ Spot Light احيانا في بعض المشاهد لكن الـ Point Light هو موجود في اي مشهد فعشان كده الـ Basics فيها بنفس الطريقة اللي احنا تكلمنا فيها دي الـ Player Start لو انت هنا هيبدأ يعني في المكان اللي انت بتحطه في الـ Start هيبدأ من عندها الموضل Cube زي ما تشايفين المشهد اهو مليئة الكيوب وما الى ذلك الـ Lights تكلمنا عنه برضو في المحاضرة او محاضرات اللي فاتت انواعه Direction والـ Sky والـ Rectangle Light الوزعي الـ V-Ray Plan والـ Spotlight ده اللي بقوا على فكرة الـ Spotlight جوه الـ Unreal هو هو اللي تقدر تحط فيه خمات الـ IES اكيد انتم عماريين وعارفين الـ IES تمام يا شباب اللي هو Light Profile معروف جوه الـ Unreal بـ Light Profile تحت هنا كده هتلاقوا Light Profile هتحطوا هنا خمات الـ IES هيتحول عندك ده بقى IES Light جميل جداً الـ Cinematics تكلمنا برضو فيها Visual Effects تكلمنا فيها Geometry وفيها وفيها طيب هرجع القائمة دي انا بحب أنظم الدنيا عندي بطريقة معينة كده وتعالوا بقى عند قوائم من الفوق والـ Toolbar عندي هنا حاجة اسمها Save Current بصوا يا شباب الـ 2 دول قريبين من بعض سواء Save Current بصوا لو وقفت كده يقول لك Save the Current Level to Disk يعني أي حاجة من هنا كده اتغير دي عن ما كانها في الـ Level الـ Level اتفقنا اللي هو Equal Scene المشهد بتاعي اسمه Level تمام دلوقتي أنا عملت أي تغيير في الـ Level أي Light زودته أي Light شلته أي موضل دخلته أي حاجة جوه المشهد بتاعي جوه الـ Level لازم بعده تعمل Save Current زي ما شايفين لو وقفتوا Save the Current Level to the Disk يعني خلاص الـ Current ده هيتسايف هيتاكتف معاك في الـ Disk يعني اللي هو المكان اللي فيها الفايل بتاع الـ Project بتاعك عندنا هنا Save All طب ايه الفرق ما بين Save Current وإيه الفرق ما بين Save All بصوا سيدي لو أنا المشهد بتاع ده ما غيرتش في حاجة مش فحتاج أننا نعمل Save Current لكن لو أنا دخلت أي صورة عندي في المشهد وليكن حاجة زي كده ركزوا معايا دلوقتي لو أنا عملت Save All ماشي ماشي هقول لي عندك كذا اللي هو الفتح الجديد اقول له Save خلاص لو دوست Save All تاني بصوا دلوقتي أنا بدوس ما فيش أي حاجة لكن مجرد أني أدخل صورة من بره زي ما تشايفين هنا بصوا الصورة أصبح عليها علامة نجمة بصوا لو كبرت طبعا تكبر وتصغر الايكونات زي ما بتكبر وتصغر الايكونات في البروزر انترنت براوزر أو في حتى الماي كمبيوتر كوترول والبيليا بتاعة الماوس أو هتيجي هنا ومن هنا خلاص طيب في هنا نجمة ايه زي ما شايفين النجمة بيضة ده بيقولك بيقولك الوحش اللي انت دخلته ده ما تسايفش ساعتها لما انا ادوس هنا هيقول لي في بالفعل كذا كذا تكتشر صورة يعني ما تسايفتش هم قالوا سايف هنا سواء غيرت أو ما غيرتش لازم يديك بصوا لازم يعمل لك حركة سيف دي بصوا لازم يعمل هي لك خلاص لو انت حركت الوحش ده من هنا الهنا هنا بصوا خد وقت ايه سنة يعني تمام طبعا مش في الملاحظة قوي لكن لو كشفنا عنها بيدي باجينج برمجة يعني هتلاقوا ان فرق جزء من الثانية او ما الى ذلك الشاهد يعني انه زي ما احنا قلنا ده لو جينا نفصل تاني الSave Current لحفظ اي تغييرات في المشهد الSave All لحفظ اي تغييرات في Content Browser تمام الجميل طيب هنيجي هنخش على Source Control Source Unreal يا جماعة برنامج متكامل في حاجات كتير جدا يعني من الاخر البرنامج وانت جواه مش هتحس ان انت محتاج لأي برنامج تاني مش هتحس انك محتاج حد موجود من داع الفني او حد وصل الصوت تمام طيب مش هتحتاج انك اي برنامج تاني زي ما احنا قلنا ليه انا بقولي الكلام ده وعلى طول وحنا ماشيين في خصائص كده لازم نخلي بالنا منها عندنا حاجة اسمها Source Control Source Control دي اداة قوية جدا لحفظ وتشفير اي حاجة بتاعتك يعني ايه اقول لك يعني لو حضرتك Game Developer ممكن تستفد منها يعني بيتضف لها برضو بعض الحاجات كده مع جيت هوب ويعني ماشي اقول زي الفل يعني تمام طيب لو انا المشهد بتاعي مش عايز حد يلعب فيه Source بتاعه تيجي تلعب فيه بالبلو برينت وكده يقول لك اوه Error ده باستخدام Source Control تمام والجميل في Source Control انه هو مربوط بالجيت هوب بالجيت هوب ده برضو اللي بيخليك تقول Unreal برنامج تحفظ مع ان الجيت هوب مش برنامج مش ويب سايت خاص بالUnreal هو ايه الجيت هوب مجرد ويب سايت للبروغرامرز هتقولي طب انا مالي وما للبروغرامرز هقولك بص واحد واحد كلنا عارفين لا انت بروغرامر ولا انا حتى بروغرامر مع اني انا مقال يعني صانع سكريبتات للUnreal بس برضو انا غير بروغرامر ليه لان انا بستخدم نوع من انواع البروغرامنج سيستم اللي هي داخل داخل الUnreal داخل الUnreal engine طيب عندي مثلا الجيت هوب لو انا دست على عمر سرور ادي السكريبت بتاعي studio production سكريبت V2 اللي احنا تكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت بصوا عليه علامة افلي كده ما حدش يقدر يدخل مع اني اقدر اسيف السكريبتاتي والبروغرامر 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 بتاعت الانريل بتاعتك وما الى ذلك وتحملها في اي وقت او اللي تدي اللينك ده لأي واحد ودونلود زيب او open جيت هوب ديسكتوب كمان ليه برنامج فكمية الخصوصية بتاعتك والحفظ خصوصية العميل لان في منكم الناس اكيد معظمكم معماري فدخلين احنا بنخاطب المعماري او العملاء وده التارجت بتاعنا رقم واحد عشان احفظ شغل العميل 100% هارد ديسك ده الكود يتغير هنا المشهد على طول بنكون منزلين الديسكتوب الخاص بالجيت هوب ونربطه ومع source control اي حاجة هوب update على طول يا معلم ويرفع شغلك على طول وupdated كمان طيب عندك هنا حاجة اسمها المودز يعني ايه المودز المودز فيها اكتر من مود شوفوا سهلة مودز فيها اكتر من مود طيب مود واحد فيهم اسمه الاندسكيب ومود تاني اسمه الفوليج والبراش ايديتنج والمش باينت خلينا نتكلم يعني سريعا على كل واحد الاندسكيب مجرد بس ما تدوس كده هيقلب لك الفيو بورت بتاعك بيه الشكل ده هتحدد هتحدد طول الاندسكيب بتاعك وليكن خلاص عشان بس يعني ما ناخد شوية طعال فاضي والسرعة بتاعتنا من هنا ويعني عالي السرعة التمانية مثلا عشان نتحرك بسرعة شوية وبعد كي نرجعها طيب ما احنا قريبين خلاص يا شباب دي السرعة بتاعتنا طيب تقدر بيه لاندسكيب تعمل اي لاندسكيب عفوا تقدر بيه الاداب تاعت لاندسكيب اللي هي في المودز تعمل اي لاندسكيب وهنا الماتيريال الخاص بيه لاندسكيب بمعنى ان انت لو خلاص انت راضي بالوحش ده بالشكل دوت او هتخلي تو تو اتنين في اتنين زي متشافين مكون من عدد sections one section السكشن اللي هو الاصفر اللي حواليه اصفر ده we component اتنين في اتنين بمعنى ان ده كده خلاص الاصفر ده اللي انت شايفين وعلى الحدود ده equal one one section يقولك ده مكون من كم section واحد طب السكشن الواحد ده او واحد في واحد section السكشن ده انت مقسمه كم component اتنين في اتنين زي متشافين اللي اخضر الخفيف ده اتنين في اتنين طيب يا سيدي زي الفل لو انا landscape بتاعي جبت create بالشكل ده عملي landscape و دلوقتي انا جاهز اني اعمل landscape بتاعتي عن طريق ال sculpt و عندنا هنا ادوات جميلة جدا 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 هنا طبعا حاجات خاصة بالpaint وهنا حاجات خاصة بالمونتاج يعني عايزين نحزف مثلا الوحش ده delete عن طريق اهو عن طريق هنعلم كده عايزين رجعوا تاني بكو troll z وما الى ذلك يعني خلاص هنا عندك tool strength قوة البروش بتاعتك خلاص البروش size خلاص يا شباب البروش size بتاعتنا وعندنا هنا الفالو الف اللي هو الگريديينت الخاص بالبروش فلو احنا مثلا عايزين نعمل يعني حاجة كده في السريعة جبال طبعا هنا smooth يعني انا عدي على اشهر الحاجات هنا تعالوا مثلا هنعمل هنا بالشكل ده كده خلاص هنصغر البروش عفوا ال strength ونصغر البروش شوية ونطلع هنا كده زي ما تشافين بنعمل تعرجات طبعا وانت بتعمل لو ضد shift يعكس يعني انا دلوقتي برسم وهو عادي خالص هعمل shift هيعكس لي زي ما تشافين strength بتاعتي او اتجاه البروش بتاعي هنعمل كده بالشكل دوت مثلا ومعروف ان وانت بتعمل landscape كل ما تكون random عشواء يعني كل ما تنجح في landscape وتعمل خليط ما بين البروش بتاعتك والshift يعني انا دلوقتي تدخل كده shift شوية كده هنا هنا باجي هنا كده عايز اعمل shift هنا كده وشفت هنا كده بسيط وزي انت شوفين كأنك بتعمل حاجة random بشكل ده لو انا دوست play هنا طبعا بصوا اركزوا كويس لو انا دوست play دلوقتي بصوا هبقى فين الله مش ما اقول معين انا من هنا شايف الجبل اهو طب ايه قصة هقول لك انت ناسي ان احنا شرحنا ان طول ما انت start from here موجودة خلينا الاول دلوقتي ما ينفعش اعلم على اي حاجة في المشهد لانه لسه active البروش عندي في landscape فانا لازم اقفل اقفل ازاي اطلع عجيب عند select واحزف انا مش محتاج ده delete ولا start بالشكل ده لو انا هنا وهدوس click يمين على اي حتة ودوس play from here يعني لو انا موجود في المربع ده click يمين عليه play from here هطلع عند بص هبقى عند بص و بالشكل ده ادي الجبل اللي انا في زي ما انتم شايفين كده ويماشيين وكل تمام طيب لسه برضو مفتقر لحاجات كتير جدا طبعا texture لسه متكلمناش في الجزء الخمات انا اسهل معلي ان احنا نخش في دلوقتي ولكن احنا بنشرح لسه الادوات لسه ما دخلناش في الطحن يعني طيب لو انا جبت رجعت تاني للمود landscape sculpt وعندي حاجة هنا اسمها smooth بصوا لو وقفتوا عليها كده هيقول smooth height maps طبعا اللي انتم شايفينه ده كله height map يعني طبعا الله خفالي التعرجات بتاعتي بصوا هنا في تعرج shift اختفى التعرج بصوا كان كده بقى كده اهو خلاص دي عملية الاسموث طب نستخدمها في ايه ما فيش قاعدة يا جماعة ما فيش قاعدة احيانا انت بتحتاج الحواف بس احيانا بتحتاج منطقة كاملة بتبقى مثلا زالجة او كده يعني واكد يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نجيب brush size بالشكل دوت مثلا ونجيب shift وخلينا نجيب من هنا حاجة اسمها lighting only هي ده زي ما تقولون انتو lighting pass وادوس shift وانزل بالشكل ده اجي هنا ادوس shift زي ما تشوفين بعمل زي ممر مائي كده وعايز اعمل له شوية smooth اعلم عليه وادوس shift بنعم الجزء ده بحيث بقى الممر المائي الشكل دوت ما فيهوش اي تعرجات click you mean play from here ادي انا دلوقتي اهو في الممر المائي الاول زي ما شايفين وهطلع اروح للممر المائي التاني طيب طيب جميل جدا تعالوا ليه الفلاتين من اسمها كده يا جماعة طبعا كنا اشتغلنا شوي زي brush بتاع الفلاتين معروف اهو بيسوي للمنطقة دي كده احيانا بتحتاج المنطقة بس تبع عملا كده طال اهو الشكل ده خلاص بيسوي هالك بيش شكل ده الرامب حاجة جميلة جدا جدا ده احنا علمنا هنا كده وهنا بصوا زي ما انت شايفين ودوسنا add ramp عمال ramp زي ما انت شايفين بصوا عمال ramp هنا اهو تاني لو نقطة عالية حفوا ctrl z خلينا اجيب دي ينفع تحرك الايكونات من حتة لحتة لو انا عايز دي تبقى هنا ودي عالية اهي وقلت له add ramp هоп عمال لك ramp بعد كده تقدر انك ترجع تاني لل smooth لو عايز يعني وي بصوا سيحت ramp لو عايز طبعا لو انت مثلا لا انا مش عايز اوي كده لا يبقى تقلل strength اللي هي الشدة وتبدأ تلعب في style اللي انت عايز تطلع ال erosion اه عالجمال الادا دي جميلة جدا في عمل الجبال جميلة جدا جدا لو انت عملت كده مثلا خلينا مثلا بصوا يعني الحتة دي بصوا عليها كانت كده بصوا شايفين قمم الجبال بتبقى شوية sharp كده بصوا اهي تحس اللي هي تضليعة الجبال فيها تقدر هنا طبعا threshold وكده طبعا لو دخلنا ده محتاجة course environment لوحده يعني ولكن لو انت بس انجيت هنا بصوا بصوا دي بقى اتعاملة ازاي عارفين الجبال يا شباب هاي بصوا عشان ممكن لو بعدت كده شوية تشوفوا ctrl z بصوا كانت كده خلاص بصوا بقت شايفين كانت كده بقت بصوا دي اللي بتعملها اليروجين قوية جدا 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 في عمل تضليعات الجبال زي ما شايفين بصوا اللي انا بعمله اللي الوقت ده ايه اليروجين بصوا المشهد ابتدى خلاص يختلف معايا خالص 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 بصوا بقى عام زي جبال هملايا كده بصوا تمام يا شباب طيب عندنا الهايدرو مناطق اللي بينزل فيها المطر بصوا مجرد مرسم هيعمل لك زي ما تقول انتم الجبال بيكون فيها بعض التشقوقات بتنزل منها في الات تحت كده الميا زي الجزوع كده مجرد ما تدوس بس كده بصوا عملت طبعا انا ضد استخدام strength عالي اصلا يعني ممكن نخليها خمسة من مية مثلا بصوا فطبعا بتحدد المنطقة بتشتغل على اساسها زي ما انتم شايفين وكل ما تبقى المنطقة اعمق كل ما تشتغل معك افضل زي ما انتم شايفين جده النايز من اسمها بيعمل لك نويز خلاص يا شباب النايز بصوا لو خليتها مثلا خمسين وجد كده عملت كده زي ما شايفين طبعا تلعب فيه بصوا عملنا هنا شوية نويز بالشكل دوت يعني والباقي طبعا advanced شوية الباينت برضو سهل بالنسبة لي انت ترسم باللي انت عايز ولكن لازم طبعا في الباينت يكون عندنا لير لازم يكون عندي لير عشان على فارس يعني ممكن بعد ما ناخد اساسيات عامة ممكن نخش في المشروع بتاعنا نعمل يعني الانت سكيد بسيطة كده وانا طبعا المنتج تكلمنا عنه طيب عندي بعد كده الفوليج لو دوسنا على الفوليج هقولك بقولك ايه ما تخليك جدع وارسم بيا اي حاجة الفوليج دي ممكن تكون شجر ممكن يكون حجر ممكن يكون موضل ممكن يكون اي حاجة عايز توزعها على مجسم الجميل بتاعنا ده لو جبنا الكونتين براوزر ودخلنا على الستارتر كونتينت ودخلنا بس على التربيزة حدفناها بس هنا بس مسكنا التربيزة اللي عندي اللي هي دي مسكناها كده وحطيناها في الفوليج طيب هتلاقوا الفوليج طيب بتنور زي ما انتو شايفين كده تسقطها بس كده وتبدأ ترسم بس بيها لو احنا بصينا هلاقي الدنيا بيس قوي والعمال هي زي الفول بقينا في ارض ارض التربيزات تمام عشان تمسح بالشفت تبدأ تبدأ تعمل كده بالشكل ده خلاص طيب جميل جدا 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 لو دوسنا عليها هيتلع لك بعض البراميض الخاصة بالتوزيع بتاع التربيز الدنيا وعندك ريديا سكيلينج اللي هو خاص باليونيفورم اللي احنا عايزين مثلا شوية رندم رندم مثلا ممكن اقول لك فري انا عايزه في من كذا لكذا ومن وي من كذا لكذا وزي من كذا كذا او بتقول بقول لك كل كده بقى 0.3 1 ولو جيت رسمت كده هتلاقوا حاجات من 0.3 معروفة طبعا إلى 1 تمام ولو جيت كليك يمين هنا مثلا play from here طبعا تزحلة كويس نحو زحلة ناشي يعني زين زين شافين ادي الترابزات بتاعتي بعضها صغير والبعض الثاني كبير من 0.3 إلى 0.1 ده اللي أنا محدد هو له وبعض البراميتر الثانية في بعضها عن الأرض أو z space بتاعها أو 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 طيب نيجي هنا طبعا علمت التشيك علمت الصح ديت لو أنت طفيت التشيك مش هترسم بأي حاجة خلاص لو أنت علمت عليها هترسم عندك هنا شوية براميتر جميلة لاستو موجودة في أي برنامج اللي أنت تقدر ترسم به نفترض شوية وردي يعني مثلا تقدر توزعهم زي ما أنت عايز وشوية براميتر تانية خفيف خالص يعني طيب عن البراش editing بسميه edit poly يعني بس خفيف كده وعندنا المش paint المش paint عبارة عن RGB channel تقدر ترسم به وده ليه برضو قصة معنا في الماتيريال خفيفة خالص إن شاء الله اشاهد القائمة المودز عندي جميلة جدا 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 قوية جدا جدا توزيع الفوليج ده من أحد وسائل التوزيع وإلا فنقدر أتحكم في وسيلة التوزيع ده بدل ما استخدمها من هنا من الفوليج قدر استخدمها من الماتيريا لأقول generate ليه لأن الانريل open source program أقدر أدخله من أي حت والحاجة لها أكتر من خمس أو ست طرق كمان عشان كده سهلا مش هتقدر تعمل بالطريقة دي هتلاقي طريقة تقدر تعمل بها هرجع تاني للمود بتاعي content browser اتفقنا تقدر تخليه float كده وده الأفضل تتحكم في size بتاعه من هنا تتحكم في size بتاعه من هنا تطفي يعني عامل لك الدنيا بيس أو يعني الشاشة كبيرة تقدر تشتغل وانت مرتاح عندك بعد كده الماركت بلايس الماركت بلايس يا شباب لو دوست عليه كده الماركت بلايس ما هو إلا مكان في الحاجات الجهزة اللي هي بتاعت الانريل أنا طعم مشترك في يعني الحاجات ديت سواء سكريبتات بلاجنز موديلز جيم كاملة تقدر تفتحها وتشوف تعملت ازاي بس طبعا دي so 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 وما ظن شان ينفع حد يعملها إلا لو كان عمل بإيده حاجات قبل كده ليه لأنكش حرفك النود ده بيعمل ايه هنا هتلاقي حاجات كمبليكس كدير في موديلز في ادوات ل البروغرامرز عاملينها لكم في قصة كبيرة جدا قائمة السيتينج قائمة السيتينج عندك مثلا حاجة اسمها الورلد سيتينج ودي اللي احنا اخدناها حطناها هنا بتاعت الرندور اللي هتكلمنا فيها في المرة اللي فاتت وعندك البروجيكت سيتينج من اسمها بروجيكت سيتينج يعني اعدادات ولكن خاصة بالبروجيكت بتاعك مش بالانريل خاصة بالبروجيكت ذات نفسه بداية من الشكل الايكونة بتاعت المشروع بتاعك عشان كده مثلا تلاقوا فورتنايت لعبة فورتنايت شكلها معين مشروع انتيريور مثلا ده اخدنا طبعا في المشروع الاول كورس وتاني كورس قبل الخمس كورس بتاع المعماري ولكن لما اخدنا اول كورس وتاني كورس تعلمنا زي نغير الايكونة توصل للعميل ايكونة كده باسم المشروع بشكل الشركة اللي عاملاه اللوجو بتاع الشركة يعني وسيلة للدعاية كامل مكمل عشان كده نعيد تاني طول ما احنا شغالين ان الانريل لا يعلق عليه في المسألة بتاعة تصبيت الشغل دي خالص طيب عندك الى ذلك زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالdatasmith انا عايز اكتف الdatasmith هكتب واتقو معامل من هنا علامة الصح ويقول لك لازم تعمل start للبروجيكت هتدوس يعمل start واتلاقي بعد كده ايكونة هنا الdatasmith الميجا سكان طبعا مش هتلوها عندكم لان انا مسطط بالبلاجين بتاع الميجا سكان البلو برينت ده السر ده السر البلو برينت وتعاملنا به برضو في الحصة اللي فاتت وعندك بقى نوع كتير مأسر وعندك ايه اد نتكلم على شوية انا ادوس كده اقولي بقولك ايه ده هتحطه فين او خلينا نقول ايه هو 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 مجرد حاجة جواها مجموعة كاميرات بتعمل لها و بتخرج الشغل بتاعك عايس يعمل فيديو عايس يعمل كده بنفس الطريقة ديت وده يفكرنا بالمأساة بتاعتنا جواه الماكس يعني مأساة جواه الماكس انك تبات وتمدد عبار المرندر يخرج لا هنا اصلا الviewport مترندر ولي اكون مثلا انا عامل كده هنا واسميه واسميه ls level sequencer خلاص واتسميه ls save عمل لك وطلع لك بتاعك كده ويلا تعالوا مثلا نحرك كده كاميرا مثلا في السريع يعني هنجيب من place actors اللي كانت هنا اللي احنا شرحنا في الاول واتجيب تكتب بس search كاميرا وتاخد اي كاميرا تحطها هنا مجرد ما ضفتها هنا هي جاب لك الكاميرا بص على ايه لو طلعت ها فوق شوية هتلاقوها snap خلاص توم طافي من هنا ال snap عندك هنا ادوات طبعا انا عمال كل شوية اجي من هنا زي ما اتفقنا طيب هطفي من هنا snap بتاع اول ما تطفيها سهلة بعد كده انك تحركها بكل سلاسة عندك هنا snap angle زي ما تشايفين لو طفتها تقدر تلف براحتك لكن لو شغلتها يمشي معاك 10 درجات 10 درجات زي المكس بزغط هنا snap scale وهنا السرعة اللي تكلمنا عليها في السرعة الخمسة تقدر تزودها وما إلى ذلك طيب تقدر مثلا الكاميرا بتاعتك تحط هنا طبعا انا شايف من هنا حركة الكاميرا بتاعتي وعايز امشي كده مثلا مثلا عايز امشي بالشكل ده كده عمزل مثلا خليها طلع على فوق شوية بالشكل بالشكل دوت وانا معلم على الكاميرا هاجي على الورد واسحب الكاميرا اكتر بتاعي تقدر تسميها طبعا اي حاجة تضغط كده ضغط مطولة عليها وتكتب عمر الكاميرا بتاعتي باصبح اسمها عمر وهنا في الشاشة اتكتب الاسم بتاع الكاميرا اللي انا عملته هنا عمر خلاص طيب هسحب الكاميرا بتاعتي من وورد وحطها هنا زي ما انتم شايفين الترانسورم تقدر لو عايز يعني مجرد طبعا ما تدوس انتر عمل لك دوايا حمرة وفي اكتر من طريقة بقى ان انت تغير ومش عارف ايه وتسجل ولكن حاجة بال timeline دوت العصاية العصاية اللي انتم شايفينها دي هنا مثلا في الاخر وهمشي الكاميرا بتاعتي خلينا كده هنمشيها في ال x الشكل ده وندوس enter رسم لك خط قال لك على فكرة الالميشن بتاعك بدأ في الحتة دي ووصل للحتة دي هقوله ماشي يا سيدي وانا اتكلمت هنجيب المسافة بتاعتي هنا ولحظه هنا الدنيا هتبقى عاملة زاي طب لو احنا عايزين الشاشة كلها تبقى كاميرا انا مش عايز حتة صغيرة من هنا هقولك هتيجي عن perspective وقايمة perspective هتلاقي فيها خلينا نقول المصار بدعتك احنا دوات في perspective في عندك top عندك bottom bottom عندك left عندك right front back وعندك عمر الكاميرا هتدوس عليها هتقول لي برضو مشكلة تانية هتقول لي ماشي بس انا الدنيا عندي ملهم في wireframe اقولك ماذا هيخلينا نخش على حاجة كتير ولكن ممكن تزبطها ب inlet و لانها كانت معمولة brush wire frame لكن كانت معلقة شوية محتاجة تاكتيفيت لانها كانت brush wire frame مع لت فكانت مدياك شكل مش كويس لكن لو دوس هنا لت بالشكل ده وحركت بس ده قادي المشهد بتاعك ممكن بقى عشان كده بحب الفلوت الحاجات تبقى كده ممكن اجيبها هنا بصو وتحرك برحتي خلاص يعني ده حاجة بسيطة تبدأ تدوس عفوا play ادي ادي الانيميشن بتاعي طب نفترض الانيميشن ده انا عايزه قبل مبدأ ألعب أو قبل مبدأ أي حاجة عادي خلص تعال open level blueprint المشهد اللي هو المشهد بتاعي blueprint اخده كده هنا هسحب عمر بقوله بقولك event begin play event begin play يعني بقولك اول ما تيجي تشم نفسك وادوس على play اعمل لي ايه بقى هاخد من الكاميرا بتاعتي زي متشايفين في هنا علامة زرق كده خلاص هتاخد منها طبعا انا ماشي بالراحة خالص ونكتب play عندك اكتر من نوع لك المفروض ان احنا نجيب level sequencer المفروض نلاقي play level sequencer او غريب ان هو مش او عفوا ااسف يا الدماغ معلش ما اعمل اقول الكاميرا بتاعتي دي اداة لا انا عايز level sequencer LS level sequencer اللي احنا جبناه من هنا level sequencer وسميناه LS اللي هو موجود تحت ده وموجود عندي في الورد outliner خلاص هو ده اللي انا هسحابه في البلو برينت خلاص وهقول بقولك play اعمل لي play خلاص حاجة هنا لحد ما تلاقي play sequencer player ولو ركزنا هنلاقي الاكتور دخلنا جوه sequencer player اللي هو sequencer player اللي هو لو احنا جينا سيفناه فين في ال content browser في الاول file اسمه ls جوه ls هو ده sequencer player اهو اللي احنا كنا شغالين به من شوية يا شباب دخلنا جواه فيه هنا زرار اسمه ايه play ما هو ده لو دخلته جواه هتلاقي زرار اسمه play يبقى انا طلعت option بنفس الطريقة اللي احنا تأسسنا عليها في الدرس اللي فات عرفته اما انا كنت بقل لكم الموضوع ده مهم جدا يتحفظ زي اسموكو لان هو ده السر بيلف حواليه طيب هندوس compile و save تعالوا شوف دلوقتي انا هاجي هنا click mean play from here خلو لبالكو play from here ندوس كده حصل الانيميشن الاول يخلص الانيميشن انا بدأت اللعب زي ما انتو شايفين فهمتو يبا event begin play و label sequencer قلت له دخل لي على sequencer player ومنه اضغط لي على play عشان كده حركة الكاميرا اللي انا سجلتها في sequencer player click mean play from here اهو انا سايب كل حاجة عمل الانيميشن وبعدين قال لي يلا ابدأ العب يا وحش او اشتغل وهكذا طيب جميل جدا 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 عندي هنا قائمة اسمها build ودي هنتكلم عليها في قسم render لما ندخله ان شاء الله ولكن يكفيك انك تعرف دي مش render ولكن بتعمل عملية calculate فقط لل light بطريقة بسيطة خالص خلاص تكلمنا على نص الاعدادات بتاعته او تعتبر كلها يعني من هنا ما تبقاش بس غير بصوا تخيلوا quality عايزها production عالية قوي ولا عالية بس ولا medium ولا preview بس تخيلوا لان احنا اخذنا المرة اللي فاتت اهم الحاجات اللي موجودة في light mass ده اللي بيعمل build للكلكوليت ده اللي في light mass اللي هو جواه اللي هو جواه light mass importance ده اللي هو جواه المشهد بتاعنا الله أصي يا شباب طيب طبعا فيه سؤال جميل طبعا بش معندس مشهد كبير زي ده هنعمل له برضو بالlight mass importance هقولك لا ممكن ولكن انا شخصيا حتى اخر كورس اللي انا لسه مخلصه النهاردة ما تعملش ابدا به اي نوع من ال light من البلد حتى ما استخدمتش حتى build يعني اللي انتو شايفينو هنا ده مثلا ده ما تعملوش build خالص اللي انتو شايفينو ده من غير ما بلغة الماكس ما render وصلت يا شباب من غير ما يتم عمل اي render خلاص يا شباب بح سبلك طيب معلن اي وصلت يعني الفكرة يبقى هنا عندي في قائمة ال build عندي جزء خاص بال lighting وجزء خاص بال reflection ايه ده انا ينفع اعمل build reflection اقولك اه طبعا وتكلمنا في المرة اللي فاتت وقلنا بصوا لسفير reflection وكده وبعد ما تحدد تدوس build reflection capture يضف لك على طول وشفي حاجات تاني ملق ال level of detail وما لذلك يعني لوجات الفرصة اللي بنتكلم عليها عندك هنا قامية play تكلمنا عليها tick بتبدأ simulate المشروع بتاعك او play game او 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 فيها انواع mobile preview لو انت يعني عايزت تعمل preview بس للموبايل standalone game يعني كأنك يعني عملت packaging وتشتغل وما الى ذلك من الانواع بتشغلوش بالكو بيها انتوا لسف الاساسيات خليكو في play وده lunch سيبوكو برضو منه برضو بيعملك lunch كامل للgame بس من غير ما تعمل لها packaging جميل جدا جدا تعالوا بقى شوية حاجات كده في viewport الوقت هنرجع هنا تاني في السريع كده طيب لو عندي المكعب ده ودست rotate وجبت x y z اول سؤال هتسئله منكو دلوقتي ايه ده هو انت ازاي بتحول ما بين rotation والscale وال هقولك شفت زي المكس بالزبط w x y z اللي هو transform e rotation و r scale طيب دلوقتي انا الابت الوحش ده كده بس z بتاعه z في viewport z بتاعه هو local عشان اجيب local هتعلم عن علامة الكرة الارضية كده بصوا z بقى z بقى خاص بيه هو كده سيبكم دوت الgrade و دول snaps تكلمنا عليهم وتعالوا نتكلم بسرعة هنا عندك هنا show frame per second ده بيوريك في كم تهنيجة عندك ملخصها يعني التهنيج في المشروع عندك قد ايه زي ما تشافين كرت شاشة بتاعي rtx 2080 super فممكن ممكن اللي اقل من كده يبقى شوية ولكن مش هيهنج عندك هتلاقيه زي الفول يعني انا عندي 110 120 بيلعب في 120 frame per second 8 ms فممكن عندك تلاقيه مثلا 100 90 ما فيوش اي حاجة ولا ان انت اقل من 60 تبدأ تخاف خلاص لو جينا عندك هنا field of view برضو زي المكسب الزبط شباب angle اللي بتوسع لك بس المشهد بتاعك وما الى ذلك عندك far plan اللي هو clipping بتاع الكاميرا percent ده موضوع مهم برضو يعني تعالوا نتكلم عليه مثلا لو انا هجيب التربيزة بتاعت اللي احنا نتكلمين عليها من شوية دلوقتي ادي التربيزة ونجيب ادي كرسي تعالوا نرجع الوحش ده زي مكان 90 وركزوا كده يا شباب quality زي ما تشايفينها كده عالية وكويسة بس اقدر اضاعف quality بدل 100% اخليها 200% ازاي كلام دوت عن طريق ان انا باجي هنا percent screen و200 انا كده ضعفت ال resolution بتاع كل حاجة يعني ايه كل حاجة يعني بتاع الاضاءة وكوالة الاضاءة في viewport و reflection و reflection glassless وكل حاجة موجودة انا ضربتها في اتنين خلاص مش محتاج انا او عنا حاجة اسمها game view اللي هي ايه احيانا احنا شغالين كتر الجزم او اماكن الاضاءة يعني انا مثلا لو عندي كده مثلا بالشكل ده طبعا انا عايز اشتغل مداي n فبتدوس g من الكيبورد بيخفي لك icons بس في نفس الوقت اثار هم طبعا بيكون مابوت فدي بنسميها اسمها كده اسمها عفوا game view خلاص يا شباب اسمها game view بعد كده عندك f11 اللي بيعملك نقول full screen مثلا للبروجيكت بتاعك والبوت والبوك مارك جميل جدا 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 بس موجود زي في المايا وفي الماكس لو انا مثلا شغال في البروجيكت بتاعي والحيطة دي عجبتني قوي 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 بقوم جاي كده واخد شوت وديس control one حلو control a one واروح في حتة بعيدة وعايز ارجع للشوت تاني ادوس one يبقى انا بسيف بcontrol one وبرجع للبوك مارك تاني بone خلاص يا شباب طيب لو انا هاخد شوت تاني مثلا كده مثلا مثلا ايه الحتة دي كده طبعا الصورة عند كبيرة شوية هقللها من هنا ايوه كده واخليها control two وتقدر تشتغل عادي خالص وانت فاخر بلاد المسلمين اهو turn days two بس هب ترجع في نفس الحتة بقى انت عندك one two بصوا one two اه عفوا one ماشي ما تساقدش عندي control one وانت هنا one وتقدر هنا control two طيب 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 عندي بس مشكلة في الكبورد كنت بنضافها من شوية فالله مساعد طيب عندنا برضو ماشي دي خاصة بالسكرينشوت لو دست عليها تقدر تاختع طبعا كلنا عارفين ان الانريل الفيو بورت بتاعه مترندر بلغتنا في الماكس يعني ايه يعني الرفلكشن حضرتك والاضاءة وكل حاجة في الفيو بورت بص يعني الحركة دي بس عشان عملها جول ماكس قسما بالله ممكن تقعد اياما على حسب يعني لو انا عملت كاميرا بتروح كده وتيجي بصوا عدد مرات اهو شوفوا عدوا كده انا بعملها باللوتي في كم ثانية بصوا كم مرة في الماكس لو انت عملت الانيميشن كده ويعني لو استخدمت الموشن بلور جهازك ممكن يطلع ويشتمك بقى وتشتمه بعض وطوع 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 هنا في الانريل مختلف طبعا طيب الانريل البيو بورت بتاعه مترندر فعشان كده سهل انك تاخد منه سكرين شوت كاملة خلاص خليكم معي سواني بس يا شباب فتقدروا يا شباب انكم تاخدوز من الادا ديت بمعنى انه لو عايز سكرين شوت مثلا عجبتني في الشكل ده مثلا كده مثلا هتلاقي عندك سكرين شوت سايز مولتي بلاير يعني وش معنى كلمة مولتي بلاير دي اقولك طيب بص في سيدي لو انت خليتها وان كده تمام ودست سكرين شوت او حددت الحتة اللي انت عايز تاخد منها سكرين شوت حياخد المقاس ده بالزبط اللي انت فتحه ده وياخده لك سكرين شوت بتاع الشاشة لو انت بتقوله الضعف هيضربه لك في اتنين طب ثلاث اضعاف في ثلاث اربع اضعاف فاربعة وهكذا بمعنى لو قلت له في اتنين سكرين شوت قال لي اتخزنت في الحتة الفول انا لو دست كده عليها اهي طيب لو قلت له لا اعملها لي فاربعة خلي انا انا كده بلغة المكس برندر صورة مجرد ما دوس كده طب كده اربعة هنشوف دلوقتي اللي كانت في اتنين المقاس بتاعها لو جينا على البروبرتز 3000 وي في 1800 طيب ما بالكو بقى فاربعة اللي انا مهببها دي لو دست سكرين شوت طبعا هيوقف شوية تمام اطلع هالكو برضو وتعالوا نشوف في الصورة تمام طيب تعالوا نشوف بقى الصورة دي كم في كم كليكي مين وي بروبرتز 6000 400 وي في 3600 وي وهكذا يا شباب اللي يقود زي الماكس يا شباب عندوكو يقدر يعملك الليفتو وي ليه المساقط يعني احنا طبعا انا شخصيا محب حتى جوه الماكس واحدة وتنقل لنا في الباقي تمام براحتكم برضو تقدروا تشوفوا الانسب ليكو مالكوش دا عبية الانسب ليكو وي اهملو سيبوكم من دي دلوقتي المساقط تكلمنا عليهم من شوية وعمر اللي هي الكاميرا وما الى ذلك طبعا تطلع برا الكاميرا تدوس على الخروج او الـ كده انا برا الكاميرا عندك هنا الـ يعني ايه حضرتك مثلا شغال دلوقتي تشوف الاضاءة بتاعتك مظبوطة ولا لا هتيجي هنا هوا كده وتجيب حاجتين حاجة اسم Lighting Only عامل زي Lighting Pass قوة برامج 3D عامة يعني زي ما انتو شايفين او حاجة اسمها Lighting او Detail Lighting ده Lighting عادي بس Some Details يعني يلوق اطلق Reflection معاها زي ما انتو شايفين بصوا هدي Lighting Only ال Pass بتاع Indirect Lighting والDirect Lighting و Detail Lighting معا شوية Detail لو في Bump لو في Reflection و Glassness زي ما انتو شايفين كدقوت عندك Unlit دي بيوريك Defuse بس ودي بنستخدمها احيانا في معرفة حقيقة الالوان من غير ما يتم تأثير او التأثير على الالوان بالاضاءة لان انتو عارفين اللول البيض عشان كده حتى في التصوير بتلاقوهم مسكين علبة كده عاملة زي بتاعة الروج تمام وحاجة بيضة وبيحطوا الحاجة البيضة دي لو بيتم وضع حاجة بيضة ابيض ابيض جنب التشيرت الابيض ده عشان جوه بردمج المونتاج او كده نلقط او بيتم ضبط الخاص بالكاميرا على الحاجة البيضة الحقيقية تمام وبذلك يتزبط اللون بتاع التشيرت احيانا بنحتاج ان احنا نعرف الالوان الحقيقية زي ما انا قلتلكو احيانا لو الماش هتقيل اوي اوي وما يكفيش بقى ان ايجي هنا هون نزبط مش عارب محتاج انا من هنا كده فبنجيب الانلت بالشكل ده عندك الرفلكشنز عشان تعال الرفلكشنز بتاعتك محطوطة في مكانها ولا لا اللي هي الاسفير الرفلكشنز وما الى ذلك عندك سيبكم دوت عندك تاني ماش يعني دي في الاضاءات بعد اللي بنا اخدها اللي هي الابتوميزيشن وكده طيب عندك بعد كده الشو اظهار طيب اظهار ايه وليكن تعالوا نروح ونرجع الوحش ده هنا طبعا الشرط كاتس الخاصة بي light modes alt 1 alt 2 wire frame alt 3 alt alt 4 الاضاءات بالreflection بكاملة alt 5 light only alt detail lighting alt 7 alt 6 lighting only وبعد كده السبعة وبعد كده حاجات بقى خاصة بي light complexity وما إلى ذلك الشو زي ما شايفين لو انا جيت هنا كده هلاقي grid تقدر من هنا وتقول له لا اخفيلي grid خالص يبقى انت كده او اي حاجة عندك تقدر تعملها show او unshow او unhide او سميها زي ما تسميها جميل جدا جدا تعالوا بقى نتكلم شوية على القوائم قائمة الهيلب معروفة فيها الهيلب وفيها التوتوريالز من الشركة وفيها الفورمز اللي هو المنتدى والويكي معرفش غالد لحد الوقت ولا ولا لا ولكن بالفعل ده وكيباديا انريل وكيباديا القديم ده فيه كل كبيرة وصغيرة في الانريل ولكن لحسن الحظ ان العبد لله حمل الموقع كله سحبته وموجود عندي والحسن برضو يعني الموضوع اني برضو عندي الويكي الجديد اللي عام اللي عام لينه افراد زينا كده شغالين على الانريل تابع الكميونيتي بيساعدوا بعض عمل الويكي برضو اللي هي وكيباديا خاص بالانريل برضو عندي بفضل الله اللينك بتاعه طيب فما تقلوش يعني اللي عايزه بس يقول طيب قيمة الويندوز النوافذ سهلة جدا جدا زيها زي اي قيمة ويندوز في الفوتوشوب اللي السليتور اي حاجة فيها الويندوز بصوا هتظهر خلاص طبعا الستاتيكس جنيل ولكن عندك قيمة الديتيل اللي هي اللي عندي هنا ديت الليرز هنتكلم فيها ان شاء الله المرة الجاية زيها زي برضو اي ليرز موجودة في اي برنامج جرافيك لأقدر احط ده على لير واقدر اعمل كذا واخفي لير وما هنا برضو في لير التول بار اللي فوق اللي انتو شايفينه دوت برضو تقدر تخفيه وتظهره من الويندوز وتظهر برضو الديباجينج لحاجات كتير جدا اللي اوت اللي انتو هتلاقي لود لياوت انا طبعا بتاعتي اسمها عمر صرور ازا عملتها ازاي بعد ما طلعت دي كده وعملت دول كده هاجي عند الويندوز واقوله save لياوت وتدو save وهتسمي save layout as وهتسمي انا بسميه عمر صرور with my tools كذا وكذا فاقدر في اي وقت اللي انا ارجع له وده مش في البروجيكت ده بس في اي project onreal تقدر تفتحه تدخل على اي نوافذ انت عايز الedit كالعادة زي هاز هي اي قايمة edit موجودة في اي وها برنامج ما عادة شوية لتحت دول اللي هو plugins تكلمنا عليهم project setting تكلمنا عليهم و editor preferences ودي خاصة بي editor اللي هو editor اللي احنا شغالين عليه ده اسمه برنامج الفايل عندك new level يعني ايه مشهد جديد الله مشهد جديد زي الماكس كده ان انا افتح ملف جديد لا اتفقنا ان انت ممكن ال project بتاعك يتكون من عدة مشاهد طيب هنا انت بتفتح مشهد جديد new level نوع ايه عايزه كامل بإضاءته نوع من أنواع الإضاءة time of day ولا vr basics ولا default اتقول default هيتطلع بصوا اهو يلا save الاديم save الاديم فتح لي مشهد اهو تحط فيه بقى مكوناتي انا في المشروع الواحد عندي اكتر من مشهد ودي حاجة جميلة جدا تخيل انك تقدر تدخل من مشهد لمشهد وقصص كبيرة حتى يعني منكم عقلوك الوقت من سوعب هاش لكن لما تيجو ان شاء الله عندها قوي جدا open level هنا new level هنا افتح لي مشهد اقول افتح لي مشهد اقول طب انت تعبتني معاك تفتحني مشهد اقول بص وتقريبا كده كان فيه مشهد فين 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 تبدو تدور كده اهو افتحولي تقول دايس علي تلك يقول لك هتخزن القديم ده اقول لا يا سيد انا كنت بس بهزر يون فتح لك نفس المشهد اللي احنا كنا في save current اللي هنا طبعا زي ما انتو عارفين اكيد يعني ما سيتوش save all levels سيف جميع التغييرات اللي في جميع levels والمقصود بها اللي هي sub levels يعني نبقى برضو ندرس open assets سيف وكو save all save choose file to save file معين عشان سيف زيها شبيهة بالزبط بان انا هدخل مثلا صورة زي دي في الحتة دي كده وبعد ما دخلتها زي من شايفين في نجمة خلاص في نجمة اقدر click مين عليها هي دي وسيف ها كده اتشالت النجمة خلاص جميل جدا new project هنا بقى لا ده project جديد هنا ملف موجود تاني غير الملف اللي انت اشغال عليه new c plus 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 بعد ما بتخلص زي ما انتو عارفين اللي مخلينا نتجه للانريل هو ان الانريل مارين بمعنى ان انا اقدر اعمل انتيريور او اكستيريور او اي حاجة بتاعتي وبعد ملعب بقى وتشقل بجول وعمل بقى ان انا لو قربت من حاجة تولع وتدفي وغير الماتيريال ودي العميل اكتر من اكتر من واختيار عشان يغير الماتيريال انا عجبان الخشب لا عجبني الكرسي ده حتى يغير الموديل ذات نفسه مش كده بس احنا عملنا انه يقدر يسحب الموديل يحط في اي حتة الموديل يقدر يسحبه يحط في اي منطقة عجب في المشهد فمن ضمن الحاجات دي انه يقدر تقدر تبعط البروجيكت على البي سي ويندوز على ال اي او اس على الماك لينوكس تابلت سواء اندرويد بقوا غير وقوا جميع الانظمة يعني فدي هتلاقوها في ال باكتج او ال باكتج برويج هتلاقو اندرويد اكتر من برجين اي او اس لينوكس و ال ويندوز طبعا ال تي معرف شو يقصد اي بي ولكن الاشهر الاستخداء اللي بنستخدمه اندرويد اي اس لينوكس ممكن ال ويندوز زي اب برويج معروف ضغطه و ال بلد و ماشي دي حاجة خاصة بي ال باكتج اي هتلاقو من الجميل برضو ان الانريل في لغة البايثون عارف ده حاليا مش مهم الاكترك ولكن صدقوني لما تتعمقوا في الانريل وتطلعوا شغلة قوي وتكسابوا كده تزحفوا ورا البايثون عشان تتعلموا اللغة دي انا شخصيا مش متعلمها يعني انا حاليا لبراكز شوية مع السي بلس ولكن اتفقنا لقون للتكنولوجي الجاية هي الجرافيك ممزوج في الاظهار الى الان يعني ممزوج بالبرمجة شئت ام ابيت لنا ولا انت بنحب البرمجة انا متأكد ولكن حاليا بالانتر اكتف اللي احنا بنشوفها دي وانك تقدر جوه الفراغ تقدر تفتح وتتحكم واللي شاف فيك والاكستيريور اللي انا كنت عرضه من شوية ازاي تقدر تتخلي العميل يتحكم في المشهد بتاعه عايزه تلج عايزه مش تلج عايزه مش عارف ايه كله عن طريق السلايدرز او عن طريق ضغط على الازرار ما كل ده بيرايحك انت زمان كنا طلع لصورة بالمشهد الفلاني لا طلع لصورة بالتلج طلع لا الماتيريال دي مش عاجباني عدهالي دلوقتي اللي موجودة للعميل وهو بحركة صباع وهو قاعد على التابلت او على الموبايل او على الكمبيوتر يقدر يشتغل ويشوف شغله وده موفر ليك وموفر ليه موفر للعميل من من حيث الخامات او المكتب اللي انت بتشتغله انه هو مش بيعمل حاجة بعد كده العميل اللي يقوله لا هدلي دي انا عايزة بنية بالستايل فلاني لا كل حاجة عندك بتلف بتفتح شبابيكك بالستايل والواقعية اللي انت شايفينها وا 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 فالعالم الجديد جاي ب مزج الجرافيك بالبرمجة شئنا او قبينا احنا هنتحطه بل احنا دلوقتي اصاده فالحقوا نفسك لانه كل ما انت تعتمد على الجرافيك ممزوج بالبرمجة هتطلع شغل افضل من اللي بتعامل مع الجرافيك باكس وطول ما انت شغل بالاندري الجرافيك باكس بس هتبقى افضل من اللي لسه شغالين بالبرمج الثري دي بقى العادية طلع لي صورة لا طلع لي فيديو ايه ده انا محتاجة رندر على رندر فارم عشان جهازي تعبان بكامير رندر فارم بعشر تلاف جنيه اللي مش عارف حوالي تلات اربعة دقايق ثم كل ده كوست عليك وكوست على العميل لانك لازم تعود ده من العميل قصة كبيرة جدا جدا ومش هتعرفه اللي انا بتكلم فيه غير لما يعني تشوفه اللي انا شفته يعني العالم او الديزاينرس معظمهم حتى الواد الاسرائيلي ده اللي صاحب موقع في راي جايد ما حدش فينا ما شفش التوتوريالات بتاعته بتاعت الفي راي جول ماكس اتجه وعمل كورس خاص بالانريل بصوا هتيجوا يمين هتيجوا شمال اتعابوا شوية وتعلموا انريل جرافيك بس بس ازازوا في انواع بروجرامر اعفوا بروجراميك سيستم او انواع لغات برمجة عايزين بلو برينت بها ونعمة هيغنيكوا شوية عن البيثون وكده خلاص اهم حاجة نوع من انواع البرمجة ومنحظوكم لان انريل عاملالكوا لغة برمجة اللي هي البلو برينت اللي هي مش برمجة ده هي شوية حاجات بنوصلها زي ما انتم شايفين بتترجم عند السي بلس بلس بكود كتابي معين يعني اللي انتم شايفينه هنا ده بتترجم بلغة يعني اول ما تدوس بلاي بيبدأ الـ event بجين بلاي يترجم مثلا عند السي بلس بلس كذا كذا كو ما مش عارف ايه بتاع يخش يفتح مش عارف القصين انا بكره سي بلس بلس يعني ولكن يفتح له بقى القصين قص هنا وقص عامل كده وقص التاني هنا وفي الوسط بقى يتحط الكود بقى مش عارف الاسم اللي هو الـ ls مش عارف ايه sequence equal مش عارف play كل اللي انتم شايفينه في اللغة ده لا بشوية حاجات احنا متعودين عليها في جميع البرامج اللي شغانين عليها زي 3ds max material material بتاع الماكس اللي هو slot material بنوصل الحاجات دي جول بلندر جول ماية حتى الموضوع ده منكم خالص وفكروا بعقل شوية لان الوطن العربي حاليا فحضيد بسبب حاجات كتير قوي يا جماعة واحد هو موجود معنا في اللايف دلوقتي يعني بيحكيلي يعني انه في واحد بيدرس انريل فراح بيسأله بيختبره بيقول له حضرتك عارف الماس فيكتس في الماكس قال له بالحال هو موجود دلوقتي قال له بتاع ايه ده يا جماعة يا جماعة واحدة هيخش انريل بغير ما يعرف اساسيات الماكس والمشكلة حتى وهو جوه الماكس مش عارف بعض الادوات بيلاها عليكم وبيد بدون ذكر اسم يعني ولكن دي من الحاجات اللي احنا بينها جمهة وضدها ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش ما أنا لو أنا ناقص في حتة معينة هجأ علم الناس ازاي لو أنا معرفش الماس فيكتس جوه الماكس هتستفادوا مني ازاي انا اصلا انا اصلا ما عنديش معلومات فالله المستعان ربنا يبارك فيكو يعني وبداية من الحصة الجاية هنبدأ نمشي بقى في قسم قسم من اقسام الانريل هنبدأ بقسم الماتيريال هنتعلم الماتيريال بتاع الانريل الاساسيات الماتيريال لو نفهمها كويس جدا نطلع بها شغل ونتعلم ازاي نلعب في الرفلكشن وما الى ذلك وبعدين هنخش على الاضاءة بتاعتنا برضو في اللذيز ونبدأ نكون بقى المشهد بتاعنا بس واسيب بقى المايك لعمر اتفضل لعمر شكرا جزيلا انا بشوانس انا بشوانس انا بشوانس انا بس هننزل اللينك للناس يا ريت بس اللي معنا مسلا على اللايف اا ماينساش بس يسجل حضوره انا هنزل له بس اللينك للوقت شكرا جدا وشوانس عمر اللاك لك عشوانس مالك مالك جميل جدا وشوكرا لدعم الفني اللاك عشوانس عمر لك وشوانس حسين اوكي اي حد هنضع يسأل مالك 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 يا طيب عليكم السلامة كاتوا طيب تفضل اللي عنده سؤال يا شباب في اي حجم اللي قلناها او حتى السؤال سؤال يا جماعة ممكن يفتح المايك دلوقتي هلا يكون في مشروع التنفيذي للدورة ها هيكون ان شاء الله نخلص واسل الحاجات البسيطة واسل اللي هنتكلم فيها زي الـ الـ عفوا الـ الـ و الـ و كلام بسيط جدا نحيط الماتيريال وبعدين كلام بسيط نحيط الاكتور بلو برينت كلاس والفرق ما بين البون والكاركتر وحاجات كده خفيفة خالص خالص مش هنتكتر فيها يعني وبعدين هنخش نعمل مشروع بسيط جدا 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 في الدورة يعني ان شاء الله تمام كده يا شباب انا كده ان شاء الله نتقابل في الحصة جاي ان شاء الله مش منسو عمر هيتابع معاكو بخصوص الموعيد وكده وزي ما قالوا في رابط الحضور هتسجله فيه هل برنامج هل برنامج يقبل من برنامج سكتش أب اقولنا اه يا عمر المرة فاتت انت وحضرت الشكلك المرة اللي فاتت بيقبل اه من سكتش أب و سينما فور دي و بلندر احيانا بتختلف الطرق لكن كلهم بيقبلوا احيانا بالماتيريالز بكل حاجة يعني زي الفول تمام يا شباب انا ها سيبكو دلوقتي وانتقابل ان شاء الله في الحصة جاي متنسوش تسجله في رابط الحضور هتلاقوه في الشات و هتلاقوه برضو عند في الصفحة محدوط البيانات طيب بيقول و الخطوات داتا سميث ممكن شرح للخطوات داتا سميث السليمة للاستراد ماشي ممكن نتكلم عليه بسرعة يعني احنا مخالين بس ده كورس اساسيات شامل لأي حاجة يعني داتا سميث دخل تحت المعماري يعني كده احنا دخلين في المعماري اكتر من كلام في البرنامج ولكن ماشي ممكن نتكلم فيه بسرعة فيش مشكلة ان شاء الله تمام يا شباب منتظر القادم تسلم وبنوفاكم يا شباب و في امن الله كمعكم عمر الشريف شكرا طيب كمعكم عمر الشريف سرور شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة